بسم الله الرحمن الرحيم هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرامات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا مبتله ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم وأما إذا مبتله فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا يلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلاً لما وتحبون المال حباً جماً كلاً إذا دكت الأرض دكاً دكاً وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَّاً صَفَّاً وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمِ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الْذِكْرَ يَقُولُ وَلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدُ وَلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدُ ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ترجمة نانسي قنقر